طيب احنا كل ده اللي يا جماعة مفيش مسابقة ومفيش كرة بدون عدالة وبدون تحكين معيار واحد اظلم بس خلي معيارك واحد اللي بتطبقه على الاهلي طبقه على كل المنافسين واللي بتبرر به اخطأ حكامك ضد الاهلي بقى اطلع قولها ضد المنافسين والتليفونات عملت رينة دلوقتي ورسائل جاية على اللي حصل في مباراة الزمالك واسواك ايه اللي هيحصل الله واعرف لانه واضح ان المسألة مستمرة فالتبرير والدفاع عن الاخطاء وتفسير الاخطاء بما لا تحتمل كلها في مباراة الاهلي يجي محمد عادل وهو حكم كفء للامانة وقدر مباراة القمة بشكل كويس قوي لغاية لما ظاهرت مصيبة الاحتواء فيتبرر انه اصلا فيه يطلع كابتن سامير عثمان امبارح حتى مع خلد الغندور في الراديو يقول له فيه الاحتواء قال له مفيش حاجة في القناة اسمها احتواء مفيش حاجة اسمها احتواء يعني احتواء يعني انت احتواء معناها ان انا سوري بدوس على القانون عشان امشيها طب انا بظلم القانون الف وباء اقرار العدالة بين الفرقتين تطبيق القانون على الجميع انما فكرة انا مش هدي له انذار عشان اطلع بالمباراة لبرا الامان لا ما انت كده ظلمت انت كده اهدرت حق فريق تاني انت كده سكدت على خطأ انت مش من حقك انت في الملعب مش زابط شرطة اهم مهمتك الحفاظ على الان انت لو عندك عربتين او ثلاثة جارك اللي ما عبدوش عربية من حق يتسرق منك عربية وتقول ان انت عندك بقى يا اخي بالاحتواء كده عشان ما يزعلش عديها هو محتاجها اكتر منك هو ده كلام بتتعاملوا مع ايه ازاي تقنعوا نفسك وانتوا الاول بالكلام اللي بتقولوه ملاش تقنعون احنا وتعال شوف الطبطب يا اخوة من الحكام ما تحط لنا كم صورة دولي يا استاذ براي تتفرج على الصور دي نا طبعا ما هو برضو نتفرج على الصور دي لانه كمان فيها مقارنات لطيفة شوية وما بتحصلش اللي مع الاهلي يعني العصبية اللي مع سيد عب حفيز ومع حسام البدري قبل كده ما بتظهرش اللي مع الاهلي ده المعيار اللي انا بقولكو عليه شايفين ده الكابت محمد الحنس شوفوا اللطف على خد اللاعب شوفوا اللطف والطبطب على خد اللاعب شوفتوا علاقة بين حاكم ولاعب بالحميمية ديت اهو تاني اهو ابراهيم نوردين مع شيكابالا دول الحكام يا كابتن قصامر اللي بيطردوا الكابتن سالعب حفيز عشان قالوا انت رايح ليه او لكابتن حسام البدري عشان بصلوا بصوا المعاملة مع الاهلي بتتعامل ازاي بصوا بقى مصطفى محمد هيقلع محمود عشور للفانيلا بصوا الاحتجاج اللي عليهم لا 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 سألنا بس دي في قانون الكرة اللي ما اتنين بيعملوها الاحتكاك اللعب عادي اللي اتنين بيزوقوا بعض فما تتحسبش تمتخليني انه نفس الحكم ده اهو بصوا بيبصوا للكابتن حسام البدري ازاي وراح تردوا تردوا واحدة هيقلعوا الفانيلا حلوة تبصوا اللي من تحت عينيك لا البصة مش حلوة زي بالزبط اهو محمد معروف بيطرد الكابتن سالعب حفيز لكن شوفش الكابالا في مورات الزمانك والمقولين العرب عملوا ايه ولا الهواء بصوا الحوار عامل ازاي ولا الهواء هي دي هي دي لانك انت كمان بتزيد الطين بلا لما بتقعد تبرر للحكام ايش احتواء واش يروح البروتوكول واش كلام فارغ فعلا بيدمر مقاومات العدلة بين الفرع انت بتصدر لحكامك ايه المفاهيم مين قال ان الحكم يتغادى عن النظار عشان المباراة تكمل لا الحكم بقى في القانون من حقه يلغي المباراة يلغيها في وقت ما ويبلغ المرائب ان انا في الدقيقة كذا اعتبرت المباراة ملغاها عشان كذا كذا وهكملها حفاظا على امن المباراة والاطراف اللي موجودة ده القانون وزي ما حصل لنا في مباراة زنبابوي لكن ان انا اتغادى عشان تكمل هتسيبها للحكام براحتهم بقى وزي ما بقولك هتبقى النتيجة زي ما حكمك بيقوله اتقلنا كده في المخاضرة